لعبة ده فاينل اللعبة دي عملتلي ميكس غريب مش عارف هي عجباني ولا مش عجباني وبصراحة شايف ان مجتمع الجيمينج او بالذات الالعاب الخدمية والعاب الانلاين شوتر الجماعي كانت محتاجة لعبة ده ده فاينل لكن معنا ده فاينل من الالعاب اللي قدمت حاجات افلوشناري وحاجات قوية جدا ما شفناش في جيم بلايس كتير لكن في نفس الوقت كان فيها عيوب كبيرة وخطيرة وقاتلة تعالوا ومراجعة صريحة ورأيي في لعبة ده فاينل اعمل سبسكرايب يلا بينا اهنا وسهلا بيكم في قناتكم فريس ديب جيمينج اللي ما عرفني شوق مرة بتفرج علينا اسمي كارين بقدم مراجعات عن الالعاب وعن الاجهزة منور قناتك باشي بص معنا من نهاية كده لعبة ده فاينلز دي لعبة اونلاين شوتر جماعي في ارينا يعني ايه يعني الخرايط اللي فيها ايه خرايط صغيرة ديقة جدا وحضرتك بتنزل مع تلات فرق وبتفضلوا تدبوا وتطحنوا في بعض تعالوا نعرف بقى احنا ليه بندب وبنتطحن في بعض اول ح هو بياخدك كده لوحده سواء بي سي بلاي ستيشن اكس بوكس ايا كان انت بتلعب على ايه واللعبة مجانية جماعة وبدون اشتراك بلاي ستيشن بلوس عشان عارف الاسئلة دي هتيجي وبتخش اللعبة اول حاجة بتقدمها لك اللعبة هو اه شيء تعليمي بيعلمك ازاي تلعب اللعبة ما شفتش حاجة كبيرة اوي في الشيء التعليمي ده غير ان هو بيعلمك ازاي تاخد صندوق الفلوس وتحطه في المكنة اللي بتعمل كاش للفلوس وهنا نتكلم بقى موضوع اللعب ايه اللعبة ج عبارة عن برنامج اسمه ده فاينلز وفرق كتير بيتسابقوا في ان هم ياخدوا فلوس ويقتلوا بعض ويدمروا بعض جوه البرنامج بشكل كده يعني شكل يعني ايه فردي انت متموتش بعض فعليا يعني والهدف ان كل فرقة هتجمع فلوس اكتر هي اللي هتكسب نخش بقى على الجزء التعليمي بيعلمك ازاي تحط الصندوق وازاي تعمل كاش اوت وازاي تسرق من الصندوق ثم بعد كده بيدخلك على حتة فيها شوائد اسلحة فيها شوائد حاجات حاجات بتتحرك حاجات بتتدمر وانت تعيش هم يعلم مع نفسك يعني هم بيعلمكش تعمل ايه انت عيش مع نفسك وافضل جرب كده وطحن وكسر وبتاع حب اقولك ان البيئة قابلة للتدمير في كل جزء في اللعبة اي حاجة في اللعبة ممكن تكسرها ودي الميزة والعيب اللي في لعبة ده فاينل خدك بقى معلم تلع بيك على الجيم بلاي على طول بتختار شخصية من التلاتة معاك اسلحة خفيفة لكن سريع جدا في الحركة معاك ميديم بيلد اقل شوية لكن جسمك ضعيف حبتين جسمك مش ضعيف قوي بس معاك اسلحة متوسطة لو انت تبقى قليل في الحركة لكن معاك اسلحة فتاكة وبياخدك يا معلم ينزل بك الارينا دي انت وتلات فرق تانية التعاون هو اساس اللعبة دي اوعى تعتقد ان اللعبة دي تعرف تلعبها لو دخلت مع فريق عشوائي وانتو التلاتة مش متوسطين مع بعض او مش فاهمين طريقة لعبة بعض او فيكم اول مرة واحد يخش الخريطة دي هتلبسه في الحيط كلكو يا معلم اسلوب اللعبة بقى في دفاين مبدئيا الهدف هو ان كل واحد ياخد صندوق فلوس ويروح يحطه في مكينة الكاش اللي بتظهر لها علامات على الخريطة اسناء اللعبة بشكل عشوائي وبعد ما تحطوا الفلوس في المكينة تقفوا ادفع عن المكينة دي عشان المكينة دي ما تتقلبش لغاية لما الفلوس تبقى في حسابه وكل فرقة من الفرقة التانية يا اما بتحاول تاخد صندوق الفلوس تحطه في المكينة يا اما بتحاول تمنعك من ان انت تحط صندوق الفلوس في المكينة يا اما بتحاول تسرق المكينة بتاعتك وده احلى حاجة في اللعبة ان كمية الابداع في فكر اللعبين في اللعبة ليس له حدود وليس له صقف مثال في ناس مسلا كانت بتحط نفسها في قوضة تخش في القوضة كده تحبس نفسها جوه القوضة وتعمل تعمل تعمل انابل بتعمل فوم وتقفل البوابات تقفل كل حاجة حب يقولك ان انت ممكن تهد الحيطة بتهد القوضة بتدور كله فوق دماغهم وتدخل الصندوق في حتة تانية انا واحد من الناس مسلا كان معايا صندوق الفلوس لما كنت باجري بصندوق الفلوس لقا في حد بيجري وراء ما يضرب على النار كنت بقى امرامي بعيد واجري تاني اخده من اوله جديد علشان اقلل من الدامج اللي بيحصل لي او اقدر اشتبك معاها معظم لقطات الجيم بلاي اللي انوا شايفينه قدامكم ده مش تسجيلي لكن ده تسجيل تاني لان انا كان عندي مشاكل مع السيرفر لكن نرجع لطريقة اللعب اللعبة ده فينالز بتقدم لك فرايتي من الاسلحة ومن طرق اللعب اللي ها حصرة لها بشكل كبير جدا لكن يقتصر الموضوع على ايه على الخرايط المقدمة في اللعبة ووضع الخرايط المقدمة في اللعبة الناس دلوقتي هرستها والناس فهمتها بيستمتعوا بيها حتى وقتنا هزا لكن في المستقبل لو منزلش خرايط تانية احب اقول لكم ان اللعبة دي هتموت لان الموضوع بقى متكرر وبقى معروف واوله فين واخره فين ونيجي بقى للجزء التاني وهي الحاجات التقنية هل اللعبة يا كريم شكلها حلو اللعبة شكلها حلو جدا اللعبة بتاع البلاي ستيشن فايف والايمينج بتاع اللعبة حلو جدا والاسلحة فيها بالانس حتى لو انت معاكس لاح تقيل ده مش معناه ان انت ممكن تموت اي حد كده بقى يعني ضربة كده وخلاص تموته لأ لازم تعمل ايمينج مصبوط الايمينج سهل ومس صعب لكن صعب ومحتاج اتقان وهنا بقى بنتكلم على نقطة مهمة جدا وهي نقطة لعبين البي سي لعبة ده ده فاينلز لعبة سريعة جدا لما حاولت لعب على البلاي ستيشن فايف بكونترولر علشان اقدر اغير الجير بتاعي واقدر اغير التاكتكس اللي باستخدمها كان الموضوع صعب جدا في استخدام الكونترولر احب اقولك ان لعبتي البي سي هيحطه عليك حطة انا عايز اقولك جماعة انا ما كنتش بالحق بربش بسبب لعبتي البي سي فاللعبة دي انا شايف انها مصممة لبي سي اكتر من الكونسول انت بقى ممكن يكون واحد بقى يعني ايه ربنا مديك قدرة الهية بقى ان انت راجل حريف وعندك تناغم عضل عصبي فبتستخدم الكونترولر زي الناس اللي بستخدم ماوس وكيبورد فعاش يعني هتعرف تتعامل غير كده هتخط عليك حطة وحشة جدا شكل اللعبة واسلوب اللعبة بيفكرني بلعبة الى انا بلعبها حطى اتنى هذا وهي لعبة باتفيلد انا مش من عشاء اللعب الشوتر جماعة انا بلعب باتل فيلد اوان وزمان كنا بنلعبص وميدل اف آنهر لكن دلوقتي باتل فيلد اون هي اللعبة الاساسية بالنسبالي نفس اسلوب اللعبة بيفكرني نفس الحركة نفس كل حاجه نخش على لعيب التاني فى لعبة مع ان التدمير من احد الاسليب التكتيكية لكن اللعبة بتصاب بالفوضوية فى وقت بالاوقات ما تعرفش مين بيدب في مين ولا مين بيعمل ايه ولا مين بيقع فين والموضوع سعب بيبقى خلطبيطة كده عامزة طبق الكشري وطبق الكشري ده ملوش حل غير الصدف وهنا لازم يعملوا شوية كده بالانس بالتدمير ان مش كل حاجة لازم تبقى قابلة للتدمير حاجة تانية ان يعملوا بالانس في الجنبلاي وهنا بقى هنتكلم عن نقطة الجنبلاي لان انا كان عندي مشكلة فيها الناس كتير عجبها جدا التايم توكل ايه التايم توكل يعني منساعد ما بضربك لغاية لما تخلص الهلس بار بتاعك وتموت بتوصل في بعض المراحل ان انت ممكن تخلص خزنتين على شخص عشان يموت ده في حد ذاته مدة طويلة جدا في التايم توكل التايم توكل ده المفروض يقل على الاقل بنسبة النص يعني خلوه خزنة واحدة علشان نعرف نلعب اللعبة ايه المشكلة التانية ان مع ان التايم توكل كبير جدا لكن فيه بالانس مش مزبوط وهو بالانس اسلحة الهيلنج لما حد بيتهيل او بيعمله هيلنج زميلك بيعملك هيلنج فبالتالي الموضوع بيبقى اشبه مستحيل في ان ناس تموت اللي لما يكون فيه مواجهة مبشرة ما بينك وما بينه يعني انت ممكن تضرب حد من مسافة بعيدة لكن معظم الكلات ومعظم الات بيتم من المسافات القريبة وده في حد ذاته برضو بيقدم صعوبة في وقت ما في الجيم بلاي التناغم ما بين اعضاء الفريق الواحد صعب جدا ان انت تلعب لعبة زي دي مع ناس انت متعرفهاش لازم على القال تشوف لك اتنين تلاتة اصحابك اتنين تلاتة تكونوا متواصلين مع بعض بتتكلموا في شات بارتي مع بعض علشان تقدروا تحددوا انتوا ايه الهدف وهتعملوا ايه بالزبط لان لو دخلت اللعبة زي ما انا دخلتها بشكل عشوائي هتبقى عشوائي جدا وهتزعل منها جدا مستقبل ده فينالز انت شايف ده فينالز دي يا كريم لعبة هتبقى جاهدة وليها مستقبل لعبة يا جماعة جيدة جدا لكن لازم يبدأوا ينزلوا خرايط جديدة انا عارف اني لسه بدري على موضوع الخرايط ده لكن لو ما عملناش كده في المستقبل يعني الشهر الجاية او الشهر اللي بعده ما بدأوش ينزلوا خرايط جديدة وطبعا الباتل باس سيستم اللي هو انت كل حاجات كوزماتيكس واسلحة وبتاعه واللي موجود في كل الالعاب وده طبعا محدش يقدر يختلف عليه ويقول لك اصلا كده بيسرقونا لانه دي لعبة مجانية باشا فهو ما لازم يسترزقوه يعني لازم ياخدو حاجة من وراها لعبة مجانية فلازم حضرك تدفع لنا تسبوه بقى اي حاجة فلو باتل باس سيستم ده ما يتحولش البيتو وين ولازم ينزل خرايط جديدة وابجريدز جديدة ومواضيع جديدة غير التو مودز اللي موجودين اللي هو بنكت وكاشاوت فاللعبة دي هيصبها شلل في وقت رائب جدا لكن لو انبارك نزلت محتوى جديد للعبة في خلال شهر او شهرين احب اقول لكم ان دي هتبقى من اعظم ومن اقوى الالعاب اللي موجودة في تاريخ الجديدة اصحاب الكونسول تحدي قدامكم صعب جدا ممكن انا اكون راجل نوب عويل ما بعرفش العب بس اصحاب البي سي اكتر ناس انا شايفهم على السيرفرات السيرفرات انا موجود في جمهورية مصر العربية بيعمل لي على سيرفر اوروبا والسيرفر الاوروبي اللي اتصال بيه ما كانش افضل حاجة اللعبة ما بتقطعش لكن ساعات اللعبة كان بيحصل دروبات كده غريبة بتخلينا موت اش مركز في اللعبة ما فيش اي سقوط حصل معايا بايخ في الريزولوشن الريزولوشن جايج جدا الوبتمايزيشن بتاع الشركة على البلاي ستيشن فايف جايج جدا يبقى شيء واحد وهو البلاي فاليو لازم يبقى فيه مود اكتر من كده للعبة ولو انت لعبت اللعبة اقول لي اي رأيك فيها انا رأيي ان هي لعبة جيدة جدا 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 طبعا ولازم يتلافوا بعد العيوب دي واعظن ده هيعملوه في المستقبل القريب جدا فانزل في الكومنتات اللعب ده فاينالز يقول لي اي رأيه فيها عجبته ما عجبتوش وايه التعديلات وايه الاضافات اللي ممكن تتحط على اللعبة يا رب يكون الفيديو عجبك يا رب الفيديو كان مفيد بالنسبة لك كان معاك كريم من كنادك في الستيب جيمينج شوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي مع السلام